بعد خمس سنوات من الانتصار على تخريب الإرهاب تواجه الموصل رحلة تخريب أخرى تراكمات الفساد والتلكع المتاجرة بملف الإعمار الذي يتحرك ببطء قاتل إلى أن وصلت طائرة إنجاز مطار الموصل بكامل استعدادها محلقة في فضاء الإعمار للمدينة الأكثر تجرعاً لما أحدثه الإرهاب فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تحدث سابقاً عن أهمية استكمال المشاريع الوطنية التي تنهض بمستقبل المدن والمناطق يهبط بطائرته على أرض مطار الموصل الدولي ليضع حجر الأساس للمشروع المهم استراتيجياً للعراق عموماً ولأهل الموصل على وجه الخصوص لكن الاستهداف سواء الأمني أو الاقتصادي أو السياسي منه يقف في كواليس الاختفاء والمجهول دوماً فيما يكشف عن وجود أفعال لا تعكس أملاً بقادم أفضل ولو على بساطتها تماماً كما نقلته تلك الصور من محاولات مجهولة لتخريب حجر الأساس والرسالة بفعلها البسيط مهمة جداً في محاولة من كتبوها بفعل التخريب أنهم يلاحقون الأساس لكل شيء يحقق إنجازاً وطنياً للعراقيين المطار يستمر بجهود مراقبيه والمشرفين عليه ليفتح أفقه لأول طائرة تنطلق منه إلى العالم ولا يهم إن كان التخريب محاولة مقصودة لجهود رئيس الوزراء أو للمدينة فالحقيقة الثابتة أن المطار سيمضي برحلته نحو الأفق أو كما قالها مدير مطار الموصل أن الحادثة فعل صبياني يهدف للتخريب أما الحجر فبديله حجارة كثيرة نحتت بعزيمة العراق لا يكسرها التخريب إصراراً على إعادة الموصل وكل شبر على أرض بلاد الرافدين وهذا لسان حال المصرين على أن القادمة أجمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر